موسيقى لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العنوين في صحيفة المدى مسؤولون الدولة تملك 600 ألف عقار 60% منها مستحوذ عليها بلا عقود في صحيفة الزمان قمة عراقية سعودية تسريع التعاون التجاري والعسكري في العربي الجديد قصف تركي جديد يستهدف معاقل العمال الكردستاني شمال العراق في صحيفة الاتحاد الإماراتية الأمم المتحدة العراق أكثر دول العالم تلوثا بالألغام في الشرق الأوسط عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية في القدس العربي بايدن لا شيء سيوقف انتقال السلطة ورفض ترام الإقرار بهزيمته مصدر إحراج وفي اندبنتيند عربية كورونا يسجل أكبر حصيلة يومية في الولايات المتحدة على الإطلاق السلام عليكم في العراق لم يعود من الغرائب وصف سلوك الطبقة السياسية في العراق بأنه يجمع بين المتناقضات ولعل موقفهم من الديمقراطية يعد هو الأكثر تناقضا وغرابا في الوقت يقول في نفسه أياد العنبر في موقع الحرى عراق أن السياسيين في العراق يعملون ليلة ونهارا على تدمير كل ما له علاقة بأسس النظام الديمقراطي ولعل أهمها المساءلة والمحاسبة لكنهم في الوقت ذاته يعتبرون وسائل الديمقراطية وتحديدا الانتخابات هي الوسيلة لبقائهم في السلطة وممارستهم الحكم في الوقت الذي يفترض بالبرلمان أن يكون المؤسسة السياسية المعبرة عن إرادة الشعب نجد أنه بدلا من أن يكون منشاغلا بالبحث عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية باتت مهمته الرئيس الموافقة على تمرير مشاريع القوانين بعد التوافق عليها بين الزعمات السياسية مع غياب تام لرقابة على السلطة التنفيذية ومن ثم بات البرلمان عاجزا تماما عن التعامل بمسؤولية إزاء الأزمات التي يمكن وصفها بالأخطر والأكثر تعقيدا لأنها كانت بمواجهة احتجاجات تعبر عن رفضها لمنظومة سياسية تراعي مصالح الطبقة السياسية وزعاماتها وتتجاهل مصلحة المواطن ولم تكتفي الطبقة السياسية بإنتاج الفوضى وإنما اختارت نظرية المؤامرة باعتبارها وهما تستجير به لتبرير فشلها وحماقاتها وباتت تسويقها للرأي العام بصراخ غوائي وتفسيرات أيديولوجية وتريد من العراقيين التعايش مع اللابديل أو بديلها الفوضى أي فوضى يمكن أن تكون أقسى وأكثر دمارا من التي يعيش فيها المواطن العراقي ومع كل مشاهد الفوضى التي أنتجتها الطبقة السياسية طوال سنوات تغيير النظام لا تزال خيارات المراجعة وتقويم التجربة غائبة تماما عن تفكير أحزاب السلطة وزعاماتها وما يتم تداوله هو نوع من خطابات التسويث والمماطلة وليس محاولات حقيقية لتقييم ما وصل إليه حال بلاد بعد 17 سنة من ممارسة السلطة الكاتب يقول أنه لا يمكن أن نتوقع حلولا حقيقية لمعضلة العراق في ظل انعدام ثقة المجتمع بالطبقة السياسية لأن هذه الطبقة فشلت في التأسيس لعلاقة ترابط بينها وبين المجتمع في أن تكون معبرة عن مصالحها رغم فشلها وفسادها وسوء إدارتها لا تزال ترفض الإقرار بعدزها عن إحياء الثقة المفقودة أو قدرتها على إعادة إنتاجها موسيقى تؤكد وقائع ربع قرن أن شعب العراق هو من أكثر شعوب العالم الذي لحق به أذى حكام البيت الأبيض ومن سيحكمه اعتبارا من أواخر يناير عام 2021 لا فرق بين من ينتمي منهم إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي بل إن الرؤساء الأربعة كلينتون وجورج بوش الأب والابن وأوباما من كل الحزبين فضحوا ومزقوا ورقة شعارات الحرية والديمقراطية التي رفعوها لدعم شعوب العالم هذا ما أشار إليه ماجد السمراء بمقاله في صحيفة العرب اللندنية شعب العراق وليس حكومات وسياسي الأحزاب خلال الاحتلال الأمريكي والإيراني لا يحمل ودا لرؤساء الولايات المتحدة والعراقيون غير مكترثين بهزيمة ترامب وفوز بايدن كلاهما لم يقدم لهذا الشعب المبتلى بحكام جهالة وفاسدين ما يعينه على استرداد سيادة بلده وإعادة حقوقه المنهوبة سياسيون شيعة وحدهم يتبدلون التهاني بفوز بايدن ولا يستبعد إرسال كبار همبرقيات تهنئة لسفارة الأمريكية ببغداد التي نظموا الهجمات على مبانيها خلال الشهور الماضية ما يؤكد كذب عدائهم لأمريكا التي نصبتهم في الحكم وأن تلك الحملة عبارة عن تعلينات المرشد الأعلى في طهران ضد ترامب ليس إلا حمل العراقيون تجاه جو بايدن انطباعا غير إيجابي فقد وقع على قرار إجازة الحرب ضد العراق عام 2003 داخل الكونغرس الأمريكي كما شجع بايدن فكرة تقسيم هذا البلد طائفيا خلال فترة حكم أوباما كان بايدن المسؤول الأول عن الملف العراقي ومهما قيل عن موقفه المتشدد من رئيس الوزراء الأسبق نور المالك إلا أنه هو من شجع على ولايته الثانية وسانده في سياساته الطائفية ضد العرب السنة عام 2021 سيكون مختلفا وسيعيد الرئيس الجديد وفريقه في مؤسسات البيت الأبيض والبنتاجون والمخابرات والخارجية جميع الحسابات الخاصة بالتعاطي مع الملف العراقي الكاتب يتساءل في ختام مقاله ماذا سيقدم بايدن للعراقيين هل سيساندهم في إعادة بلدهم وتحريرهم من محنة اختطافه من نظام الولي الفقه الإيراني ويضغط على حكومة الكاظمي لتحجيم هيمنة الميليشيات الموالية لطهران أم أن تلك الميليشيات وأحزابها ستأخذ راحتها بعد إزاحة البعبع الترامبي الذي كان يلاحقها أسئلة تدور في أذهان العراقيين المنشغلين بسد رمق أطفالهم ودرء سلاح الميليشيات وهيمنتها على حياتهم ليس تم تفضيلة يحفظها العراقيون لجوزف بايدن الصاعد إلى رئاسة الولايات المتحدة لكنهم يذكرون له خطيئتين كبريين بحقهم فهو الذي دعم بحماس الحرب عليهم إبان كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مخالفا بذلك وجهت نظر عديدين من رفاقه الديمقراطيين وفي خطيئته الثانية دعا بايدن إلى تقسيم العراق تقسيما ناعما عبداللطيف السعدون يتساءل في صحيفة العربي الجديد عما كانت العراق في جدول أعمال بايدن يبدو جدول أعمال بايدن غارقا في منعطفات حساسة تجعل من العلاقة بين واشنطن وبغداد أسيرة لسلسلة من تشابكات تلقي بظلالها على مجمل الوضع الإقليمي والدولي خصوصا إذا ما أدركنا أن تمت قضايا أخرى عراقية وإقليمية سوف تتقدم إلى الواجهة لتتقاطع معا الوجود العسكري الأمريكي في العراق الوجود الميليشيوي المتصاعد في العراق والمرتبط بإيران الاتفاق النووي الإيراني الذي يحبذ الديمقراطيون العودة إليه التوغل الإيراني في المنطقة مصالح أمريكا والغرب الاستراتيجية في الإقليم صفقة القرن وإذ يتحسب العراقيون من أن يشع بايدن في تطبيق خطته لتقسيم بلادهم وما يمكن أن تجره من ويلات عليهم فإن بعضهم يرى في نيته تخفيف قبضة واشنطن على نظام طهران والعودة إلى الاتفاق النووي أن إيران من جانبها سوف تستأسد أكثر فستزيد من قبضتها على العراق وسيتوفر لميليشياتها المجال الأرحب لتعزيز وجودها السياسي وسيطرتها على القرار وفي كل الأحوال تظل الأسئلة الملغزة قائمة هل سيعالج بايدن الملفات المفتوحة على نحو يختلف عن سلفه دونالد ترامب؟ وهل سيستعيد رؤية أوباما بخصوص مشكلات المنطقة؟ هل ستسمح المؤسسة الأمريكية التي تحدد ثوابت الدولة وتدير مصالحها الاستراتيجية بإحداث تغييرات سريعة ومفاجئة كالتي يتحسب لها العراقيون ويخشونها وبحسب الكاتف فإن كل الاحتمالات واردة وكل شيء يمكن أن يمرره بايدن بسلاسة وهدوء وقد تعلم من خبرته السياسية الطويلة كيف يكون أكثر عقلانية وكيف يضبط الإقاع من دون ضجة؟ فيما كان سلفه دونالد ترامب قد اكتسب من خبرته في تجارة العقار وبرامج ملكات الجمال أن يحترف التهريج إلى درجة صنعه ضجة من دون إقاع وفي كلا الحالين نكون نحن العرب أول الخاسرين لم يسبق أن حبس الأمريكيون أنفاسهم لمعرفة نتائج الانتخابات الرئاسية كما فعلوا هذه المرة ولم يسبق كذلك أن حدث نفس الشيء لباقي العالم السبب واحد هو شخصية ترامب نفسه بكل ما تمثله من قيم ومواقف وتصرفات بحيث لم ينظر الناس إلى هذه الانتخابات سوى على أنها حماسة لاستمرار نهج ترامب أو رفض الله محمد كريشان يقول في صحيفة القدس العربي أن ترامب لم يبقي أحدا على الحياد فالناس فسطاطان واحد معه بلا تحفظ وآخر ضده بلا حدود أمريكيا كان سقوط ترامب الذي ما زال يعاند في الاعتراف بهزيمته انتصارا لكل القيم التي عمل ضدها الرئيس الأمريكي فقد كانت انتصارا على توجهات الكراهية والتمييز ضد الأقليات والنساء والمهاجرين والمسلمين والعنصرية ضد السود ووحشية رأس المال المتعجرف الذي لا يقيم وزنا لا للفقراء ولا للطبقة المتوسطة وإذا كانت ديمقراطية الولايات المتحدة ومؤسساتها وإعلامها هي القادرة في النهاية على تصحيح كل ما تركه رئيسها المغادر من فوضى والتوجه نحو لملمة ما خلفه داخل المجتمع ونوازع عنف وخوف من الاقتتال وحتى الحرب الأهلية فإن على بقية العالم الذي تضرر من سنوات ترامب الأربع العجاف التوجه إلى مراجعة علاقته مع واشنطن وفق قواعد جديدة مختلفة أو على الأقل إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل حتى وإن تضمنت الكثير من الهنات في بلادنا العربية كانت الشماتة في سقوط ترامب هي الطاغية عدا أولئك الذين ربطوا مصيرهم بمصيره هذه الشماتة لا تعني استبشاراً بقدوم بايدن ولا تهليلاً لما يمكن أن يأتي به فقد علمتنا التجارب الكثيرة مع رؤساء الأمريكيين أن لا نأسى على ما فات وأن لا نفرح بما أتى كانت شماتة الحكومات مكتومة فيما كانت شماتة الرأي العام واضحة جلية ويختم الكاتب بالقول أن ذهاب ترامب وما تركه وراءه من ندوب وقدوم بايدن وما قد يحمله من آمال يفترض أن لا يحجب الرؤية عن كثيرين فيعتقدون أن الفرجاءات اللامحالة بذهاب هذا وقدوم ذلك أبداً فالدول إنما تنتزع مكانتها الإقليمية أو الدولية بجهدها الخاص وتحصين جبهتها الداخلية قبل أي سند أو إسناد خارجي أفدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مسؤولين سابقين وحاليين أعربوا عن مخاوف عميقة إزاء إقدام الرئيس دونالد ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض على كشف أسرار الطلع عليها في أثناء فترة حكمه ووضحت الصحيفة أن جميع الرؤساء يغادرون وفي جعبتهم أسرار خطيرة منها ما يتعلق بإجراءات إطلاق الأسلحة النووية وقدرات جمع المعلومات الاستخباراتية بما في ذلك هوية عملاء أمريكا في عمق أنظمة الدول الأخرى فضلاً عن برامج تطوير أسلحة جديدة ومتقدمة الصحيفة نقلت عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إنه لم يخشى أي رئيس جديد على الإطلاق من أن سلفه قد يكشف أسرار البلاد كما يجب على الرئيس المنتخب جو بايدن أن يفعل واعتبرت الصحيفة أن ترامب لديه تاريخ من الإفصاح عن أسرار لكن الأخطر من ذلك أنه سيخرج من البيت الأبيض وهو حانق على النظام الأمريكي لا سيما مع اعتقاده بأن دولة عميقة تآمرت ضده وكرئيس يتمتع ترامب بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات السرية في الحكومة وصلاحية رفع السرية عن أي منها ومشاركتها لأي سبب من الأسباب وبعد أن يترك منصبه سيكون بإمكانه الوصول إلى السجلات السرية لإدارته لكن القدرة القانونية على الكشف عنها تختفي بمجرد أداء بايدن اليمين في كانون الثاني المقبل وفي اجتماع سيء السمعة في المكتب البيضوي في عام 2017 أخبر ترامب وزير الخارجية الروسي وسفير موسكو لدى واشنطن بمعلومات سرية للغاية تلقتها الولايات المتحدة من حليف بشأن تهديدات تنظيم الدولة للطيران الأمر الذي أعرض المصدر للخطر وفقا لأشخاص مطلعين آنذاك وهو خطأ تكرر خلال فترة حكمه بدافع التبجح بقدرات بلاده أو في إطار معركة سياسية داخلية لإحراج الخصوم موسيقى الصحيفة ترى أنه من الناحية العملية هناك القليل الذي يمكن لإدارة بايدن فعله لمنع ترامب من كشف الأسرار ولا يوقع الرؤساء السابقون اتفاقيات عدم إفشاء عند تركهم مناصبهم باستثناء التلويح بوراقة الملاحقة الجنائية وهو ما سيكون أمرا غير مسبوق بتاريخ البلاد موسيقى صلطت صحيفة الاندفيندن البريطانية الضوء على إعلان شركة بايزر تطوير لقاح محتمل لفيروس كورونا يقدم حماية بنسبة تسعين في المئة وقالت الصحيفة في تقرير للكاتب أيان هاملتون إنه على الرغم من أن خبر تطوير اللقاح رائع ويصعب ألا نفرح بسماعه إذ يمنحنا بعض الأمل إلا أنه لن يكون الحل المطلق الذي ينتظره الناس لأسباب عديدة الكاتب يشير إلى أن الحكومة البريطانية خططت مسبقا وطلبت ثلاثين مليون جرعة من هذا اللقاح الجديد إلا أنه فسر أن تلك الثلاثين مليون جرعة لم تعالج ثلاثين مليون شخص لأن اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين لذلك سيكون كافيا لعلاج خمسة عشر مليون شخص فقط ويضيف الكاتب أنه من الواضح أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة بشأن من ستكون له الأولوية بالحصول على اللقاح ومن سيتم استبعاده ويضيف أنه على الرغم من أنه قد يبدو واضحا أنه يجب إعطاء الأولوية لبعض المجموعات مثل موظفي هيئة الخدمات الصحية في الخطوط الأمانية والأفراد المعرضين للخطر إلا أنه لا توجد ضمانات على ذلك في هذه المرحلة وتقول شركة فايزر إن بيانات المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح تظهر أنه فعال بنسبة تسعين بالمئة لكن الكاتب يشير أنه على الرغم من أن ذلك مثير للإعجاب إلا أن الأمر لا يزال يعني أن واحدا من كل عشرة أشخاص لن يكون محميا ويضيف نأمل أن لا تمتلك شركة فايزر هذه البيانات فقط بل أن تجعلها متوفرة لكنها ليست ملزمة بذلك تذكروا نحن أمام مشروع تجاري لشركة مدرجة وليس أمام عمل خيري الكاتب يرى أن هذا التفصيل سيشكل أيضا تحديات لتصنيع هذا اللقاح على نطاق واسع مشيرا إلى أن بريطانيا على سبيل المثال لن تكون البلد الوحيد الذي يتنافس للحصول على جرعات كافية وسيكون من المهم أن نتمكن من إضافة 30 مليون جرعة إلى الترتيب الأولي لضمان حماية جميع السكان تمكن باحثون من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية من إصدار رسم توضيحي ثلاثي الأبعاد للفيروس التاجي هو الأحدث والأدق على مستوى العالم وأنشئ النموذج ثلاثي الأبعاد من خلال أحدث البيانات المتوفرة حول بنية الفيروس ما ساعدهم في إطلاق رسم خريطة لمظهره الخارجي وهيكله الداخلي وفي مقطع فيديو يعرض الأكاديميون نموذجهم الذي يشتمل على طفرات البروتين على سطحه بالإضافة إلى المادة الوراثية الموجودة داخل الغشاء الفيروسي ولإنشاء النموذج التقط الباحثون صورا عالية الدقة لسطح الفيروس من مسح المجاهر الإلكترونية تكشف هذه الأشكال عن المظهر المحدد للسطح الفيروسي وتظهر البروتينات والمستقبلات البارزة من سطحه والتي تساعد الفيروس على الارتباط بالخلايا البشرية هذا البروز الذي تشكله البروتينات تساعد الفيروس على فتح طريق إلى الخلية ما يسمح لفيروس كورونا بتجاوز الدفاعات وإصابة الشخص الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة